كرب المحلات ميني قول هات يلا قومي جاهزي فطار احلى فطار للاجازة واحلى عشا يلا ينفع في الاتنين فطار وعشا قناة نانا ودي انا اختي كل حياتي نانا وسمسمة يلا معايا نبدأ في المقادير يلا كوباية ونص دقيق كوباية ونص حليب بيتين معلقة كبيرة سكر معلقة صغيرة ملح فانيليا ماء ورد معلقة تنزب ده رشة ملح والحاجات دي ترجعلك انت بعد كده حليب ممكن بداله تحطي نص المقدار حليب ونص الميت اللي انت تحبيه معلقة زيت نمسح بيها التصق اثناء العميل الكريب يلا كده معايا نبدأ جبت بولا حط فيها مقادير السايلة كلها الحليب والبيض البيض طازة على طول كسرته لو انت شكة فيه او لي فترة عندك في التلاجة كل بقدل واحدة هكسريها في طبق حط الفانيليا حسب الزوء ماء ورد هنا السكر زرة ملح الدقيق 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 او الطحين الاتنين واحد دقيق او طحين هنا هاضربهم كويس بعد ما اضربهم هرجعلك هصفيهم عشان يكون فيه تكتلات جوه الطحين مع دقيق مع الحليب بيعمل تكتلات عشان ما هوش سخني قوي بعدين هنا خلصنا عط نقطة زيت في الطاصة ومسحها وهبدأ اعمل حبة حبة كريب هنزل هنا انا طاصتي بتاخد معايا ربع كوب معياري فانا هشتغل بيه علشان بحبها سمكها معين يعني له تخينة ولا رفايع وهو كل ما يبقى خفيف بيبقى احلى كده انا المعيار بتاعي على طول بجاهز انت اي معيار عندك لوش بكوباية باي حاجة بيد بتعملي بيها عيار للطاصة بتاعتك وتشوفي احلى حاجة انت حبها قد كده وتستعمليها على طول هنا انا حطيتها على النار ساوتها هحطها على النار لغاية ما يحمر اول وش وقلبها الناحية التانية وباذن الله بتاخد اكبر وقت وهي في اول الوش التاني ما بياخدش وقت اول ما يبقى الحواف بتاعها نشفت بتطلع اول ما تطلع الحواف تقليبيها على طول هي لوحدها بتطلع بتخلع من الطاصة واكيد كلنا عندنا الطاصة عدمة اللاسكة دي بتسهل وبتخليه طلع حلو ما فيش حاجة بتبوز معك بيطلع من اول مرة وهو كمان بير ريحه ربع ساعة او نص ساعة اثناء الشغل وانت شغاله بتريحيه يعني بعد ما تخلطيه وبتريحيه بيشتغل ويبقى زي الفل بعد كده الحاجات البسيطة اللي بنقول لا ادي بسيطة بتبقى هي اساسي في الحاجة يعني بتنفع بتنفع جدا يعني اما تريحي بتغضي منه احلى كرب بيبقى الجلوتيني اللي في الدقيق اشتغل وبتعرفي تغضي منه احلى دقيق احلى كرب شفتي هنا اللون بقى زي ما انت حبه لون الحمر بس شايفه هنا يعني كده الوسط احسن حاجة بصي بتلف ازاي معي في الطاصة معناها ان هي خلعت خلاص استوت من تحت انا هشلها وهنبدأ في الحشوات الحشوات حسب زوجك انا هنا هعمل حلو حادق عشان دفطر او عشا يعني هنا شوكولاتة مبشورة وشوكولاتة سايلة وفواكه فراولو ومش مش شايفه الكريب بطلع زي الفل ازاي شايفه المقدر الصغير ده عطان يقدي ايه يا حبه ما شاء الله يعني كتير ما شاء الله وبصي طري ازاي ولم غطية ولم سوية طالع من اول مرة زي الفل انا هنا هحشي كريمة كترة شوية خط حبه هحط فراولة اللي انت حباه حشو زوجك ولي حبوه ولادك وبيتك كده بصي كمان هنا حبه تانية مربه 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 مش مش وحط عليها مش مش هنا هحط شوكولاتة انت وزوجك احنا بنحبه كده انت زي ما تحبي عايزة حدق بس يبقى حدق بس عايزة حدق وحلو يبقى حدق وحلو انت حر بشر شوكولاتة على شوكولاتة سايلة وبشرها مبشور يعني شوكولاتة مبشورة هنا هعمل الجبنة احنا جزءين جزء بيحب حدق وجزء بيحب حلو فانا عاملة الاتنين النهاردة هنا حشد جبنة بالزيتون والزعتر وزيت الزيتون كمان واحد جبنة قابلة للدهن بزيتون وزعتر وزيت الزيتون اي نوع انت حبه اعملي كده الحلو بتاعنا جهز والهنوشفه وزودت تاني جبنة زيت زيتون جبنة زيت زيتون تاني اللي انت حبه بقى اي حشوه انت حبه كده انا هاخده هخليه على طاصة علشان اه ارمشه شوي عشان فيه ناس بتعندي بتحبه مرمش حبه بص يطر ازاي وحلو ازاي انا مخليه حبه كده بدون شغل و هعملهم حاجة تانية ان شاء الله بالهنوشفه بص الجمال بص الحلاوه بص الجمال بص الحلاوه بص الطعامه بص طعامه حوني او نابه و نابه مش تقومي تعملي بالهنوشفه الشفه الحلوه الحدقه اي اتاكلوا اكل بالهنوشفه نانوسمسمة قناة نانا دي انا اختي كل حياتي اشتركي و فعليك جرس و يعطني لايك و كومنته حلوه تشجعيني قناة نانا دي انا اختي كل حياتي بالهنوشفه شفه شكرا